السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا طلاب الحلوين اليوم رح نأخذ عدد جديد رح نتعلم كيف نكتبه ونتعرف عليه خلينا نحمل مراجعة للأعداد اللي أخذناها سابقا العدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كمان مرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اليوم رح نأخذ العدد اللي بعد التسعة العدد اللي بعد التسعة حلوين رح نتعرف عالصفر رح نعرف شو هو الصفر الصفر تشوفوا اشي في المربع هون في اشي قعدوا المربع فارق ما في اشي مربع فارق في اشي اعده فارق اذا دي اكتب هون صفر فارق يعني ولا اشي المربع هون فارق فاضي ما في اشي خليني اعد المربع هون دي اشوف كم كرات معاي في المربع واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كم كرة في المربع عشر كرات كمان مرة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هسا بدي اتع نكتب العدد عشرة اللي اخذناها اليوم نكتب العدد واحد سكره وبكتب الصفر جنبه اخذته هسا عدد صفر هون العدد صفر وهون العدد عشرة يعني صفر يعني اشي فارق فاضي ما في اشي هاي مس في اشي في المربع عدده فارق وهون طلعوا معاي عشرة وهون المربع فارق فاضي ما في اشي هاي العدد صفر يعني الصفر اشي فارق فاضي ما في اشي واليوم رح نوخذ عدد جديد رح نتعرف عليه نتعلم طريقة كتابته بس قبل خلينا نعمل نعد للمسلثات الموجودة على اللوح واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كمان مرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طلعوا معايا كم ثلث عشرة كم ثلث عشرة نعمل واحد جنبي صفر عشرة عدد عشرة خلينا نشوف الوردات الموجودة على اللوح واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طلعوا معايا عشرة وردات كمان مرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كمان الوردات طلعوا معايا عشرة ورح نكتب العدد عشرة هون في المربع واحد جنبي صفر عدد عشرة العدد عشرة اذا عددنا الجديد هو العدد عشرة بعد العدد تسعة اللي أخذناه الأسبوع اللي فات بعد العدد تسعة بيجي العدد عشرة العدد عشرة المثلثات طلعوا معايا عشرة والوردات عشرة عددنا الجديد هو العدد عشرة هو العدد عشرة الآن يا طلاب الحلوين رح نكتب العدد نتعرف على طريقة الكتابة العدد عشرة نعمل هون واحد جنبو صفر دائماً الصفر جنبو واحد جنبو صفر واحد جنبو صفر العدد عشرة واحد وجنبو صفر دائماً إلى اللقاء يا طلاب الحلوين